بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم سنة اولى. هنكمل مع بعض النهاردة ان شاء الله. خلصنا جزء البكتيريا. وحنكمل النهاردة ان شاء الله جزء الفطريات. الفانجاي. وهو بدايته عندكم في صفحة خمسين. فمع بعض كده نفتح المذكرة. الفانجاي زي ما احنا عارفين هي ممبرز اوف زابلانت كينجدوم. اه وهي طبعا مجموعة من النباتات زي ما احنا اخذنا في الاول محاضرة. وقلنا انها تنتمي الى مملكة المملكة النباتية. بس في الحقيقة الفانجاي بيختلف على النبات او التروب بلانت اه في كذا حاجة. يعني مثلا على سبيل المثال اه في رقم اه عندكم موجود في المذكرة في اول سطرين. الهاير بلانت اه بيحصل الانجي بتاعته من الصن. لكن الفانجاي لأ. اه تاني حاجة النبات بيعمل لسوقته كسانو اكسيد الكربون ككربون سورس. الفانجاي لأ. حاجة كمان. النبات بيعمل واحنا قلنا عملية البناء الضوئي في النبات. انما الفانجاي لأ التغذية بتاعته كيمو هتيرو تروفس. كيمو هتيرو تروفس متباين التغذية. اه والفطريات الحقيقية او التروفانجاي بتعرف على انها ايه? على انها بريليمانري تيريستيال سبور بيرنج ارجانيزم. كائنات ارضية مش ارضية يعني بتنشق في الارض او بتنمو على الارض مسلا. لأ ارضية يعني هي على الاسطح. اسطح الاطباق اسطح النبات اسطح على الاسطح. فبنقولها عليها تيريستيال عشان كده. سبور بيرنج بتحمل بتكون جراسيم وبتحمل جراسيم. لكن كلوروفيل ما فيهاش كلوروفيل. والتغذية بتاعتها تيرو ترافيك طبعا. وببناء انا عليه بتعمل 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 للمواد الغذائية بعد ما تكسرها. فبتعملها عاملت الايه? اه طيب. اه لو انا خدت اتكلمت عن زي ما موجود عندكم برضو في صفحة خمسين. اه الفانجاي اول حاجة زي ما احنا قلنا كده. وغير كده اللي فيها الجوة الخالية زي والميتوكوندريا والجولجي والايزوزوم وغيره وغيره. كل العضايات اللي موجودة في الخالية دي محاطة بمبرين. فعشان كده بنقول عليها ممبرين بونت سيل اورجانيلز. مبتقاش فري. مش مبتقاش فري في سيتو بلازم زي ما كانت في البكتيريا. عشان كده بنقول عليها انها بتحتوي ممبرين بونت سيل اورجانيلز. اه تاني حاجة الفطريات الممبرينز بتاعتها فيها مادة الارجستيرول. وهو مادة من الاستيرويد. اه وفي الحقيقة الاستيرولز يعتبر مركر لوجود للفانجاي. يعني بيميز الفانجاي فعلا اللي هو الارجستيرول. بيميز الممبرين بتاعت الفانجاي عن اي حاجة تاني. رقم ثلاثة الفانجاي عشان هي الرايبوزومز بتاعتها تمانين اس. طيب نيجي للسيلول. رقم اربعة. السيلول بيتكون من القايتين. وده بيكون سبب ان هي نانموطايل. اه بعض اللور فانجاي ممكن السيلول بتاحها يحتوي على سيليلوز. خمسة الفانجاي بتعتمد على او التغذية بتاعتها كيمو هتيروتروفز زي ما احنا قلنا. بتحتاج ايه? كمصدر طاقة ومصدر مصدر الكربون. وبعد كده تدوب او تفرز انزيمات تكسر الحاجات دي لارجانيك مطر. وبعد كده بعد كده تعملها ابزوربشان. تعمل لها ابزوربشان. لبقى دي طريقة التغذية بتاعتها انها بتعمل ابزوربشان للمركبات بعد ما تكسرها. سابع حاجة بتاعت المودف نيترشان بتاع الفانجاي ممكن كون سابروفيتيك. سابروفيتيك يعني ايه? يعني بتعيش على دي كي مطر. ارجانيك دي كي مطر. برازيتك. لأ برازيتك بقى متطفلة. يعني ان هي هتعيش على الليفينج مطر. للليفينج مطر. وغير كده كمان هي سيمبيوتك. ده تالت نوع من النيترشان اللي هو المودف نيترشان اللي هو سيمبيوتك او التكافلية. مع بعض الارجانيزم. تامن حاجة الفانجاي. يعني هي اجبارية هوائية. بعض منها زي اليستس بنقول عليها ممكن تكون زي البكتيريا. بالنسبة للتكاصل في الفانجاي رقم تسعة. ممكن الفانجاي تعمل اسيكسول اند سيكسول ريبروداكشن. وبتدينا في كلا الحالتين. واحنا هنقولهم كمان شوي. اه بعد كده رقم عشرة الفانجاي بتنمو بتاخد وريا عن طريق التبروم البودينج زي ما بيحصل في اليس او في التروفانجاي الهايفا بتاعتها بيبقى لها تيبس وبيحصل من عند التيبس زي تروفانجاي. بعد اخر حاجة بعض انواع الفانجاي بتعملي بتخزين المواد غذائية في صورة ايه? في صورة مع الجلايكوجين. طيب. اه بعد كده حناخد اللي هي اا ايه هي اهمية ااااا ايه هي الحاجات المهمة المفيدة بالنسبة للفانجاي. الفانجاي بتعمل لدكينج مطر. عشان كده اكيد حيكون لها رول او دور في الكاربون سايكل لان هي بتكسر الارجانيك مطر. فا يعني ممكن تكون اكت ازد كومبوزر وده بيكون شيء مهم جدا بس طبعا اندر كونترول. تاني حاجة الفنجاي بتعمل عملية فرمنتيشن لبعض المواد. نتيجة الفرمنتيشن دي بينتج آآ بعض المواد المهمة جدا صناعيا دستر بروتكشن لبعض المركبات زي زي الكحول زي الفاتس زي السيتريك اسد واو الارجانيك اسد والانزايم والانتيبيوتكس زي البنسيلين. يبقى ازا الفنجاي عن طريق عملية الفرمنتيشن بتعمل لي بروتكشن لمراكبات مهمة جدا بتستخدم في مراكبات صناعية مهمة جدا. طيب تالت حاجة بعد الفنجاي بتكون ايدبول ايدبول قابلة للأكل طبعا الانسان بيأكلها زي المشروم. وفي بعض من الفنجاي زي اليستس بتعمل لي بتنتج لي آآ نيتريشنال سبلمينت زي الفايتامينز ولكوفاكتورز. آآ خامسة بعد الفنجاي آآ آآ يعني بتستخدم كآآ مناكهات للجبنة زي جبنة اللي احنا بنجيبها من المحلات وبيبقى هي لونها اخضر. آآ بعض من آآ الفنجاي برضو اخر حاجة من الحاجات المهمة المفيدة بتاعتها ان هي بتنتج لي بعض المواد زي الارجوت الارجوت ده في الحقيقة بيستخدم كسيرابيوتيك في عملية البليدنج بتاع يوترين بتاع الرحم فعشان كده بيعمل كنترول على عملية البريدنج والكنتراكشن بتاعه فعشان كده هو بيكون له سيرابيوتيك رول في نتيجة عشان وهي بتنتج الارجوت زي الفطر اللي هو طيب هل الفانجاي لها دور لها اضرار زي مثلا عندكم في صفحة هنا احنا قلنا في صفحة كام الاضرار بتاعتها برضو في صفحة 51 في صفحة 51 في الحقيقة الفانجاي موجودة في اماكن كتيرا جدا عملة ديستربيوشن في الفود في اللمبر الاخشاب البيبر الكلوزيس الخشب والهدوم والورق وموجودة في المكتب وموجودة في السجاد وموجودة في الستاير وموجودة في موجودة في كل مكان طيب تاني حاجة الفانجاي بتسبب انيبال اندي يومان ديزيس وفعلا بتسبب انيبال واهم حاجة بتسببها الالرجيس او الحساسية هتلاقي ناس عندها شعرها ممكن الاشر وكده يبقى فيه هرش في الشعر الودان القصبة الهوائية بعضها يبقى اذا هي وغير 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 وهي بتسبب لي ديزيزيس وبتعمل الالرجيس الفانجاي ممكن تنتج لي توكسين توكسينز سموم فطرية السموم الفطرية دي بتسبب اللي هي مايكوتوكسوزيس اللي هو التسمم بالسموم الفطرية واحنا ناخد بالنا من المنتجات الغذائية بتاعتنا عشان ما نسيبهاش لغاية ما الفطريات تنمو عليها ثم تفرز التوكسين اللي هي ما بتكسرش وصعب جدا التعامل معها ونحمي منتجاتنا الغذائية زي المخلل زي المربة زي الحبوب اللي عندنا زي المواد اللي احنا بنخزنها نحميها بس عن طريق عشان ما ينتجش ما ينتجش فيها ما يطلعش فيها الفطر ثم ما ينتج فيها التوكسين خمس حاجة رابع حاجة ان النبات ان الفانجاي ممكن تسبب لي بلانت ديزيس خمس حاجة بيعمل زي وزي يعني مثلا نلاقي على الطماطم اللي هي البوعي السوداء نلاقي على الطم والبصل الهاب والاسود اللي بيكون موجودة على البصل وغيره وغيره دي كلها فانجاي بتقلل الكواليتي بتاعة ال وبرضو الفانجاي موجودة في الادوات اللي احنا بنستخدمها وبتعمل لها زي الأشريطة المغناطيسية اللي موجودة في الأجهزة والديسكس والجلوس واللينسيس والموربن والرخام والواكس والبون يبقى دي كلها اهار في الحقيقة الفانجاي عندنا هندخل في المورفولوجي الفانجاي صفحة واحد وخمسين برضو الفانجاي موجودة عندي اول اللي هو اللي هو وبقول اللي هو او بقول عليه وتاني اللي هو خلية خلايا منفردة او بقول عليها اليس يبقى انا عندي فلمنتاس او هيفال فور وسينجل سيل او اللي هي اليس دولهم منوعين نمسك اول حاجة المونس المونس عبارة عن ايه احنا نبص برضو في صفحة اتنين وخمسين مع بعض اه في الصور اللي فوق المونس هي عبارة عن صلص الصلص ده بيتكون من هايفا الهايفا عبارة عن خيوط انا بيبروفيعة جدا وبيحصل لها من القمة بتاعتها زي ما انتم شايفين في الصورة اللي هي فوق على الشمال وبعد كده بيكون اذا المجموعة الهايفات دي بتكون الهايفات او مول كمية الهايفات مع بعضها والخيوط وانتما تتشبك مع بعضها بتعمل لي حاجة اسمها المايسيليا او الغزل الفطري وبيبقى ممكن المايسيليا دي تكون زي ما برضو عندكو في الصورة صفحة اتنين وخمسين في عندي زي ما احنا شايفين فوق اهو ونن برانشد وممكن تكون برضو المايسيليا سبتاتد سبتاتد او نن سبتاتد زي برضو عندكو في الصورة اللي هي رقم اي وبي اي سبتاتد وبي نن سبتاتد وفي الحقيقة نن سبتاتد بقول عليها سينوسيتك مدمج خلوي مدمج خلوي زي ما نشايفين عبارة عن سايتوبلازم بيصبح فيها عديد من الانوية عشان ما فيش سبتة بيكون بين الخلايا ده موجود زي ما هو موجود في البرماتفانجاي زي اللي موجود في زيغوميسيتس مثال لها الريزوباس ويق الميوكر واحنا قلنا فيه منها سبتاتد زي ما اشارنا لي وفي الحقيقة ان الخلايا بتنفصل عن طريق حاجة اسمها كروسول الكروسول ده بقول عليه سبتة او سبتم سبتم مفرب سبتة جمع وبيكون السبتة ده زي ما احنا شايفين برضو في الصورة اللي هي رقم ايه فيه عندي الخلايا وفي بينها سبتم السبتم ده بيكون فيه مور بور تكتب بوره بور البورز دي عشان تسمح سيتو بلاس بيخلي ان السيتو بلاس يسبح من خلال الخلايا ده طبعا في السبتاتد ده غير السينوسيتك ده موضوع تاني السينوسيتك مفيش جدر فصلة اطلاقا ماشي مفيش جدر فصلة اطلاقا ولكن هو عبارة عن زي رقم بي اللي هو مدمج خلا وسينوسيتك وعديد من الانوية بتسبح فيه طيب الصورة عندنا هي زي ما احنا قلناها والتبس بين اللي هي في اول واحدة فوق على الشمال واللي جنبيها على طول اللي هو مبين الكروس مبين الكروس بتاع الخلايا وتحت el تاب طيب بعد كده انا عندي اللي هي احنا قلنا المولدس خلص خلصناها احزا واحدة بعد اذنكم اه بالنسبة للمولدس انا عندي فيه ثلاث انواع من الميسيليا اول حاجة فيجيتيتف مويسيليا فيجيتيتف مويسيليا دي لها دور مهم جدا اول حاجة هي بتعمل للفطر على السيرفيس يبقى هي بتسمح بالبنتريشن للفطر على السيرفيس ثم يبقى هي وظيفتها للفطر على اي سيرفيس بتاع الميديا مثلا او مادة غزائية ثم من الوسط ثاني حاجة ودابتوا بقى على السطح ثاني حاجة بيبتدي بقى الفطر يطلع لفوق above the surface يطلع وبيكون لي حاجة اسمه arial mycelia arial mycelia دي زي ما احنا بنقول above the agar surface او الفطر بينمو او بيكون لي arial mycelia علية عن السطح ثالث حاجة بقى fertile mycelia fertile mycelia هي عبارة عن area mycelia برضو ولكن هي طلعت على السطح برضو وبتحمل لي جراسيم بقى كونيديا وسبورانجيا علشان جراسيم أنواع من الجراسيم احنا هنقولها كمان شوية علشان تعمل عملية التقاصر بأفرتايل مايسيليا هي عبارة عن إريا الميسيليا ولكن هتحمل جراسيم علشان الفطر يقوم بعملية التقاصر وفي الحقيقة أن الميسيليا بتدي الكالر والتيكتشار بتاع الكولوني يعني أنا ما شوف مزرعة الفطر اللونها بني اللونها أخضر جاي طبعا من الميسيليا الكولار بتاعها بتاع الميسيليا تاني حاجة هنتكلم عنها الليستس اللي هو تاني فورم من الفانجاي الليستس الليستس دي عبارة عن إيونسيلولار سفيريكال أور إليبسويد هي قريبة من بكتيريا في الشكل شوية يأما تكون دائرية أو تكون بيضوية الخلية وعملية الريبرودكشن بتاعها بيكون عن طريق البودنج ده في صفحة 52 عن طريق البودنج آآ وبتكون لي حاجة اسمها بلاستوسبور وحنقولها دلوقتي هنشوف شكل البلاستوسبور دلوقتي آآ طيب آآ في الحقيقة برضو البودز دي بتكون أنا عندي مزرسيل المزرسيل بيخرج بيحصل لها منها زي ما هنشوف وبعد كده بيخرج منها بودز آآ أو بودز أو تشين أوف بودز فممكن البودز دي الجديدة أو الدوتر بودز آآ ما يحصل لهاش ديتاتشمنت من المزرسيل وتفضل مرتبطة بالمزرسيل وبتديني شكل الفيلمنت وبتديني شكل الفيلمنت بس هو مش فيلمنت بتديني شكل الفيلمنت آآ بس هو مش تروف فيلمنت فبنقول عليها بسيدو هايفا أو هايفا كاذبة بسيدو هايفا أو هايفا كاذب ايه هي الهايفا الكاذبة؟ عبارة عن بودز البودز دي حصل لها وموجودة مع بعضها وعملة كونت لايك فيلمنت بقول عليه بسيدو هايفا أو هايفا كاذبة زي ما كان ده البكنز. آآ بعض الفطريات بعض الخمائر بتحتوي على كابسول فيها بوليسا كريد زي الكريبتو كوكس وبعض الخمائر ممكن تعمل لي بتكون وبتنتج لي البيجمينز. آآ هنتكلم بعد كده عن نتريشان نتريشان اف فانجاي. نتريشان اف فانجاي احنا قلنا مصد فانجاي ار سابروفيت. سابروفيتك سابروفيتك يعني ايه سابروفيتك بتشتغل على الدكاية مطر بتفرس كريشان الانزايم اكسرا سيرو الانزايم بتقسر الكومبلكس كومباوند وتحولها الى سيمبل وبعد كده ما تحولها الى سيمبل تعملها ابزوربشان باي هايفا. يبقى ده ده المودوف اكشن بتاعها اللي هو سابروفيتك آآ سابروفيتك آآ نيوتريشان. آآ غير كده كمان آآ ممكن آآ ممكن بعد الفانجاي آآ تعمل لي سنصايز الامان واسد بتاعها والبروتين من كاربوهادريتس عن سيمبل نتريجن كومباوند. آآ ممكن برضو الكاربوهادريتس الكاربوهادريتس آآ 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 تتخزن في سورة غلايكوجين. تتخزن في سورة غلايكوجين. آآ بالنسبة لي.